اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر كتير بشوف ناس او مرضى بتروح للدكتور ولما الدكتور يجي يكتب لها علاج تقول لي يا دكتور لو سمحت ما تكتب ليش مسكنات في العلاج او تقول له انا عايز علاج ومش عايزة مسكن للقلم يعمل تأثير شوية وبعد فترة القلم يجي تاني انا عايز علاج وما تكتب ليش مسكن وده بيكون راجع ان هم طبعا سمعوا ان المسكنات ضر بالجسم وسمعوا كمان ان هي مش علاج وسمعوا ان لها اثار جانبية على المعدة وعلى الكبد وعلى الكلة ده غير طبعا البوستات اللي بتنزل على الفيسبوك مثلا اللي يعود يقول لك اوعى تاخد مسكنات ويجيب لك صور المسكنات ويقول لك ده بتعمل فشل كلوي وبتعمل فشل كبدي وهكذا فانا حبيت اوضح شوية نقط عن المسكنات اول حاجة عايز اقولها ان اي دوة اخترعوا الانسان لأثار جانبية ومنها ما قد يكون خطير اي دوة تيجي في بالك شوف هتلاقي ليه اثار جانبية ومنها الخطير ده حتى الفيتامينات نفسها لها اثار جانبية النقطة التانية ان المسكنات وان احنا نستخدمها كتسكين للألم ليس مجرد تسكين للألم وانما هو علاج في حد ذاته ازاي بقى؟ الجسم طول ما هو حاسس بالألم مش بيقوم بدوره كويس ووظيفه الحيوية كلها بتكون مش مزبوطة وبيكون في حالة استرس وده بيأثر سلبا على المشكلة الاساسية اللي موجودة فلما نديله مسكين للألم الجسم بيبقى في حالة راحة ويقدر يتعامل كويس والجهاز المناعي يتعامل كويس مع المشكلة او المرض اللي موجود فالمسكنات بجانب تسكينها للألم بتهيأ الجسم وبتديله البيئة الكويسة انه يدافع عن نفسه هتديك مثال تاني لو شخص عنده مشكلة طبية ما عنده التهاب رأوي او عنده خراج او عنده اي مشكلة طبية وكتبنا له العلاج بتاعه مضد حيوي وكتبنا له المناسب لحالته ولم نعطي له مسكنات فممكن الشخص ده ما يعرفش نام بالليل عشان الألم الألم لسه موجود وصهروا بالليل ده وانه ما ياخدش حصة كافية من النوم ده بيرهق جسمه وبيضعف جهاز المناعة بتاعه فاحنا هنا لما بندينه مسكين ويعرف ينام ده بيساعد جسمه وبيساعد جهاز المناعة بتاعه انه يشتغل عشان يحل المشكلة الرئيسية برضو اللي موجودة النقطة التالتة ان المسكنات لو هي ضارة فقط وليس لها منافع ليه اخترعوها وليه مصرح بيها وليه موجودة في الصيدليات النقطة الرابعة ان المسكنات دي ممكن تغير حياة شخص بالكامل هتديك مثال لو واحد عنده خسونة في ركبته مثلا فالدكتور بتاع العزام بيكتب له ادوية منها ما هو علاج للمشكلة نفسها بجانب طبعا انه بيقول له نقص وزنك اعمل رياضة مناسبة وهكذا وعلاق طبيعي والحاجات دي كلها مع بعض فلو العيان ده ماخدش مسكنات والقلم مش قادر يتحكم فيه فمش هيروح الشغل بتاعه مش هيقدر يتحرك ولا يمارس حياته بشكل طبيعي فالمسكنات هنا لها دور حيوي ودور رئيسي في ان القلم يخف شوية بجانب العلاق طبعا ان القلم يخف او القلم يتسكن ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي فالمسكنات هنا هتغير حياته بالكامل فالفكرة او الخلاصة اللي انا عايز اقولها ان المسكنات دواء من ضمن الادوية نعم له اثار جانبية لكن له منافع كثيرة الغلط ان الشخص ياخده بدون استشارة طبيب والغلط ان ياخده الفترات طويلة بدون متابعة طبية يعني الصح ان اي دواء في العالم يتاخد باستشارة الطبيب المعالج وعشان اهمية المسكنات ان شاء الله هابقاعمل حلقة عن المسكنات وعن انواعها بالتفصيل وجرعتها ان شاء الله قريب لو عايز الفيديو ده اكتبلي في الكومنتات كمان ملحوظة كده في حاجة او في طرق غير دوائية لتسكين الالم يعني مش كل المسكنات ادوية زي مثلا الكمادات زي المساج زي التسكين بالالهاء يعني مثلا لو طفل صغير وعنده الم ممكن يشغله فيلم كارتون بيحبه فيتلهي في الفيلم وينسى شوية الالم في تسكين بتمرين التنفس والايحاء يعني في طرق كتيرة للتسكين بدون ادوية ممكن ابقى اعمل عنها حلقة برضو ولو ان الاقوى طبعا هو الادوية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم